45 ألف مكتب تصويت أقفل أبوابه لتبدأ عملية فرز الأصوات وتبيان النتائج صندوق بخط رمادي خصص للانتخابات المحلية وآخر شفاف مخصص لأوراق التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية في انتظار إعلان رسمي ونهائي للنتائج كلا الصندوقين يحملان آمال الناخبين بغض أفضل سياسيا وفي تدبير الشأن المحلي مشكل الساكان ضروري مشكل الساكان، مشكل قراية، مشكل خدمة نحن بحاجة نحن محرومين منه، لكن أولوية الأولوية يدرس الدراري والساكان ديان هذا واجب وطني، نحن نورمال مول مغرب كاملين يقومون الواجب ديالهم لا كأساس أنه مواطن مغربي وغادي يرشح واحد الحزن ثلاثة ملايين صوت جديد جلهم من الشبان أضيف في هذا الاستحقاق إلى الكتلة الناخبة البالغة حوالي ثمانية عشر مليون نسمة في انتخابات مزدوجة تشريعية ومحلية تداعيات كورونا السلبية على الاقتصاد والقطاعات الاجتماعية كانت حاضرة لدى الناخبين هذا انتخابات هذه اللي كانت منها واللي كانت ترجعه هو اللي غد يوصل يهتم بالقطاعات الاجتماعية والقطاعات الأساسية وعلى رأسها التعليم والصحة والشغل لأن هذا الدور في الجائحة كورونا بينت على أن هذه القطاعات هذه هي القطاعات الرائدة والخصصات تحضب الأولوية الشاباب يتبدل تعليم يتبدل كل شيء يريد أن يتبدل الصحة كل شيء يريد أن يتبدل على طرف الآخر هنا أحد أكبر الأحياء الشعبية لمدينة الدار البيضاء شبان قرروا عدم التصويت بسبب ما يصفونه بإحساس الخدلان وعدم الثقة في قدرة الأحزاب السياسية على انتشالهم من براثين الفقر والبطالة تتشابه برامج الأحزاب الانتخابية بين تقليص الفوارق الاجتماعية والحد من البطالة وتحسين ظروف العيش في الحواضر والأرياف يذكر أن من أهم الملفات المطروحة على طاولة البرلمان والحكومة المقبلة سبول تنزيل النموذج التنموي الجديد نموذج من المؤمل أن يتكامل مع الأحزاب السياسية بهدف إحداث التغيير المنشود فاطمة بوانبور الحرة الدار البيضاء للحديث أكثر حول العملية الانتخابية وكذا النتائج المنتظرة ضمن عملية الاقتراع هذه التي جرت اليوم ينضم إلينا من العاصمة المغربية الرباط أستاذ العلوم السياسية دكتور عبد الفتاح نعوم دكتور تنظيم ثلاث مواعيد انتخابية في يوم عمل رسمي في المغرب هل يعتبر من الأسباب التي ربما أثرت على مؤشرات ونسب المشاركة وللإشارة نسبة المشاركة لحد الآن 50% لم يصدر حتى الساعة بيان رسمي بشأنها من قبل وزارة الداخلية ما رأيك؟ أهلا وسهلا بالنسبة لي أن هذا الأمر كان تحدي كبير بالنسبة للمغرب بشكل عام لا على مستوى الجمهور الناخبين وعلى مستوى المؤسسات وأيضا على مستوى الأحزاب المغربية وكان العملية الأول مرة تتم بهذا الشكل وبهذا الزخم وبهذا المد وأيضا ثلاثة انتخابات في آنين واحد في يوم واحد وفي يوم عمل رسمي هذا يعني بشكل مباشر بالنسبة لي أن التجربة الديمقراطية المغربية قد وصلت إلى مستوى متقدم من النج ومن القوة ومن المتانة جعلها تقدم على هكذا مغامرة التي لا نراها حتى في الدول الديمقراطية والتي لديها أمكانية ضخمة للتنظيم غير قادرة على مثل هذا الفعل ثم هذا يأتي أيضا في ظل انتشار وباء كورونا وفوق كل هذا الانتخابات المغربية هذه السنة امتازت باندفاع قوي لمعظم الأحزاب المغربية نحو استخدام تكنولوجيا التواصل الاجتماعي وتقناة التواصل المعاصرة وهذا سهل أيضا القضاء على الكثير من مظاهر يعني الدعم الانتخابي أو الدعاية الانتخابية التي كانت تختبئ خلفها أشكال للفساد الانتخابي مثل الولائم ومثل المعرجانات الخطابية وما إلى ذلك وبالتالي كانت العملية نظيفة زاد من سوب نظافتها وكانت العملية ناجعة وأيضا أدى استعمال التواصل الاجتماعي بكثافة إلى جلب شرائح مهمة من الناس من الناخبين إلى العملية الانتخابية ولذلك هذه النسبة جاءت مرتفعة طيب لم تسجل هذه العملية الانتخابية تجاوزات تذكر بحسب وزارة الداخلية التي لم تشر حتى هذه الساعة إليها ولكن كما ذكرنا في تقرير حزب العدل والتنمية يصر على الحديث عن خروقات بالجملة سجلتها اللجان التابعة له بحسب الإعلام المغربي الداخلي ما الذي يعنيه ذلك دكتور؟ وما الفائدة أساسا التي سيجنيها هذا الحزب وراء التشكيك ربما بنزاهة هذه العملية الانتخابية في بعض المقاطعات وليس كلها وحزب العدل والتنمية ربما عاد إلى خطاب يشبه خطابه خلال العقد الماضي أو بداية العقد الماضي يعني كل ما يعلو صوت النحيب وصوت الإدانة وصوت هذا التشكيك وهذا الصوت عند العدل والتنمية هذا يعني أنه على ضفة الخسرين وأن خزانه الانتخابي ووجوده الجماهير يتراجع لأنه المسألة راهينا أيضا بإذا أرضنا أن نشرح الأمور بالفشل الذي راكمه حزب العدل والتنمية على مستوى تدبيره لسياستات العمومية طوال مدة عشر سنوات أيضا يده مغلولة ومثقل بالكثير من المشاكل في التواصل مع الجمهور ازدواجية الخطاب ثم فوق كل هذا لم يدبر حتى مشاكله الداخلي بشكل جيد يعني الصراعات التي ظهرت داخل الحزب منذ سنة 2016 كل هذه العوامل دكتور هل ستؤثر على حضوظه بشكل مباشر خلال نتائج هذه الانتخابات طبعا ستؤثر وهذا ظهر في الحملة الانتخابية يعني لأول مرة نشهد أنه زعماء الحزب مرفوضون في كل مناطق التي ذهبوا إلى الفيديوهات واضحة وتؤكدوا ذلك ثم فوق كل هذا هذه اللغة التي يستعملوا حزب العدل والتنمية التي تتلخص في تشكيك في نزهات العملية الانتخابية هي ليست في محلها لكن إذا قرأناها من ناحية أنها جزء من التنافس الطبيعي في الانتخابات كما يحدث حتى في الدول الديمقراطية فهي تبقى رهن أو تحت سقف تنافس الانتخابي بمختلف الأدوات وبمختلف الوسائل لكن لا ترقى إلى مستوى الإدانة القانونية للعملية الانتخابية وإلا لو كان حزب العدل والتنمية هذه أدلة واضحة ودقيقة لنجأ القضاء لأن هناك القضاء يراقب ويعني المؤسسات الأمنية تراقب وعلى تحت المؤسسات هناك مراقبة دولية ونحن لا يجب أن ننسى أنه الآن المغرب بالأنظار العالم كلها عليه بحكم أنه يعكس تجربة فريدة في منطقة الشرق الأوسط في الديمقراطية صحيح وهذه التصريحات ربما حتى تضر الحكومة المغربية والسلطة المغربية بحكم أن هذه الانتخابات بنيت على أساس كبير من الشفافية يعني كيف ستتعامل ربما السلطات المغربية مع هكذا دعاوة أو مع هكذا خروقات تتحدث عنها أو يتحدث عنها هذا الحزب أنا أعتقد أنه إذا كان هناك أي حديث لخروقات يتكلم عنه العدلة التنمية فيتحملها العدلة التنمية لأنه هو الذي يسير الحكومة الآن هي حكومة تصريف أعمال دخلت في مرحلة تصريف الأعمال أو في زمن انتخابي وبالتالي فهي ما زالت تتحمل يعني هي التي حضرت للانتخابات يعني وزارة الداخلية موجودة رهن حكومة العدلة التنمية وبالتالي هذه الحكومة هي التي حضرت وأدارت وأدارت هذه العملية إذن هل يعني يشككون في أنفسهم؟ لكن إذا كان الأمر يتعلق بموضوعات البلاد أو ما إذا ذلك فهذا أعتقد أنه بعيد المنال لأنه دراسات ومركز الأبحاث وإذا تابعنا حتى ما تكتبه الصحف العالمية يعني هناك مرسلون لكبريات الصحف والقنوات التلفزيونية لا توجد خروقات في العملية الانتخابية وما حدث هي إما مسائل فرضية أو صراعات فرضية تداخلت خيوطها مع العملية الانتخابية بطريقة ما أو يعني مجرد منابزات ومناكفات سياسية طبيعية كما قلت تحدث حتى في الدول الديمقراطية ولاحظنا انتخابات الأمريكية في أكثر من مرة وفي فرنسا وفي بلطانيا يحدث هذا يعني هذا طبيعي لو نتحدث كذلك عن حضوض الأحزاب الأخرى حضوض الأحزاب المستقلة وشريحة الشباب بتحديد في تمثيل البرلماني والبلدي هل ربما سنشهد تغيير جذري في المشهد السياسي بعد نتائج هذه الانتخابات؟ المتوقع هو أن يحدث تغيير جذري لماذا؟ لأنه قلت أنه العملية الانتخابية هذه السنة امتازت بالكثير من الميزات الفريدة أولا مسألة التواصل الاجتماعي والاستماد عليها بكثافة جلب إلى الواجهة والعملية الانتخابية وأقنع شرائح واسعة من الشباب بجدول عملية الانتخابية لأنه لو تابعنا النقاشات التي حدثت على منصة التواصل الاجتماعي كان هناك جدل كبير وانخرط فيه الشباب بشكل دؤوب مع الأحزاب وكان حتى الأحزاب اتجهت نحو الإقناع بالملموس والصوغ برامجها على نحو الموسوعة تحدث تحديث عن حزب تجمع الوطني الأحرار الذي تقول تقديرات أنه سيكون هو الحزب الأول سيتصدر النتائج فهذا الحزب عمل على هذا المعطاة بشكل يتماشى مع روح العصر أيضا من ناحية أخرى يجب أن نتكلم على أنه الآن القاسم الانتخابي الجديد الذي يقوم على احتساب الأصوات بناء على إعداد المسجرين في لوائح انتخابية وليس على الأصوات المعبر عنها كمكانية في الماضي يعطي الفرصة للأحزاب الصغيرة وللأحزاب التي لم تكن تجد لها مقعدا أو مكانا في اللعبة الانتخابية في السابق يعطيها فرصة لماذا؟ لأنه في الماضي كان الأفراد أو المواطن أو الناخبون يصوتون لأحزاب صغيرة وأصواتهم تذهب هضرا تضيع لا تحتسر لكن تغيير القاسم الانتخابي يعطي للعملية الديمقراطية معناها لأنه ما معنى أن تبنى تعدد حزبية مغربية دون أن يقول لدينا نظام انتخابي يلائمها دكتور الملاحظ كذلك خلال عملية الاقتراع هذه هو عزوف شريحة الشباب إلى حد ملفت في الإدلاء بأصواتها وهي شريحة الأوسع كما نعلم في المجتمع المغربي وبتالي ما مرد هذا العزوف وهل يعتبر إخفاق للأحزاب السياسية بالدرجة الأولى أنا بالنسبة لي أن الموضوع عزوف الشباب في الانتخابات أو عن الانتخابات هي أولا ظاهرة عالمية لأنه المعروف أننا نعيش في عصر العولة ما في أبهى تجلياتها الآن الشباب يجدون منصات أخرى للتعبير ربما مؤسسة الحزب يعني كمؤسسة ظهرت في سياق عالمي في أوروبا ثم تطورت ووصلتنا في العالم العربي هي أولا ما زالت تتأقلم مع محاولة تجدير قيم الديمقراطية والتعبير السياسي وتطوير هذه الأدوات في المجتمع وهي في خضم هذه المعركة تهجم عليها التواصل الاجتماعي وموجة هذه العلمة فلذلك الآن الأحزاب مطالبة بأن تكيف خطابها وأدواتها مع هذا العصر ومع ما يطلبه الشباب من أجل الوصول إلى مرحلة يقتنع الشباب فعلا بأنه هناك جدول العملية السياسية ويثقون فيها دكتور عبد الفتح نعوم من الرباط أستاذ العلوم السياسية شكرا جزيلا لك